اشتركوا في القناة لا تفكر انك تكون زيهم وعايز اقول لكم انكم وحشتوني جدا جدا من حلقتنا اللي فاتت ويلا بسرعة بسرعة نشوف ايه اللي حصل مع حلوة عزام الحلقة دي وفي قودي تريم كانت قاعدة مصدومة ومرعوبة كل ما تفتكر شكل عزام وهو بيدرب صفوت وازي طردهم من القوضة وفضل مع حلوة هي لهوي يا ماما هي لهوي انا حصلنا عصبي بازد مش مصدق اللي شفته معقول معقول هو ده عزام انا اه اعرف انه جديد لكن اول مرة شوفوا بالشكل ده انت شوفت اعمل افسفوت وامر معتصم والحرص انهم يكملوا عليه وحالة انا سمعت صوت صراخها وبعد كده صوتها اختفى يا لهوي يا لهوي هو ممكن يكون قتلها احنا لازم نشوفها بدل ما تموت والجبل ننصيبه انا هنزل الطم من عليها هو اكيد خرج اعادي مكانك وبعدين دي ريتي موتها ونخلص من البنت دي ولا انت فاكره انه لما حبسنا ازبع فاوضتنا علشان الهانم انا كنت نويا عديها بالسهل كده خلص يوم سيبتي يا ماما ده لو عارف هيقتلك ويقتلني وهو هيعرف ازاي وبعدين انا عملت اياني ولا حاجة انا هيدوب قربت النار من البنزيم وسبتها تولع بس اللي السلحك يا مخلصتش ومش هتخلص الا لما عزمين سالبنت دي ويتجاوزك حتى لو فيها موتي وده اللي هيحصل ومش ربحة مجاهد اللي عيلة زيدي تيجي وتفكر انها تاخد حاجة منها لا انا لازم اعرف انت نويا على اي والله يا ماما انا جبتتي مش مستحملة ولو كنت بتخططي الحاجة هعرفيني علشان على اقل ابقى فهما اللي بيحصل مش مهم دلوقتي صحيح انا بعت العقد بتاعك الكبير ده نعم لي مش كنت نويتي الدرانة لما تولد كنت محتاج فلوس علشان الولد اللي اسمه اسمان ده اصله اصر انه ياخد خمسين الف جنيه علشان يروح لعزم ويقوله انه صفوات لسه على علاقة بحالة وانا ما كانش ينفع اسحب من البنك عزم لما يفوق ويركز ممكن يعرف اني سحبت فلوس وهيسأل عملت بهم ايه وسين وجيم انما تذهب محدش يعرف عنه حاجة بعتي ايه وليه انا بصراحة بدأت اخاف منك بس اقولك اني انبسطت اوي وحسيت كده انه هيرجع عزم بي صفوان وفي امل تاني في جوازنا اعتمد على امك وما تخفيش بكرا خليه يجي لك مسلم حاببتي يا ماما بس دماغ اقتلعك كبيرة وبتخططي صح امال عايزة ناسيب الهانم تاخده على الجاهز وهو يتجوزها وورسك من ابوكي ما ناخدوش لأ طبعا انتي من حقك كل حاجة الاراضي والمصانع وعزام ده اتفق ابوكي وعمك من زمان وجه الوقت اني يتنفس وانا مش هرتاح الا لما شلعيالكم يا رب يا ماما يا رب ما هو علشان ده يحصل لازم نزح البنت اللي سمع حلدي من الدنيا لان لو عارف انها بريئة قصم بالله ممكن يودي نفس التندهية ومش هيفرق معه اننا قريب عزام اللي يغلط معه لازم يعرف انه بيلعب بالنار وانا مش عايزة هتحرقني علشان كده لازم افقر كويس دلوقتي بقى لازم عمك يتدخل وعمه هيعمل ايه ده مش بيرفض لعزام طلب هو بيحبه اكتر من اي حد في الدنيا وعلشان هو بيحبه اكتر من اي حد هيخفع لي من الفضايح وهايسرع في موضوع الفرح فضايح ايه يا ماما هو انت صدقت كلام صفوت اللي قاله الحلوة ولا ايه ما فيش حد بيكلم عنها اصلا مش انت قلتيلي انك متفق معي اقول لها كده علشان توافق تهرم معه الفضايح لسه ما حصلتش بس قريب اوها تحصل لو البنت ده فضلت عيشها طب في حاجة انا مش فهمها انت كنت عايزة صفوت ياخد حلو يهرب علشان كده ساعدتي طب لي خلتي حد يروح لعزام ويقول له انه على اتصال وانتي عارفة انه اكيد مش هيسكت كان لازم اؤمن نفسي انا عارفة اني لو حلو هربت منه وهو شايفها البريقة دي هيفضل يدور عليها هو مش هيسكت الا لما يلاقيها وكان فعلا هيلاقيها انما لما يعرف انها خينة هيقرها وهتفضل اسوأ حاجة في حياته وهيرجع عزام اللي نعرفه بس دلوقتي خوفي من ان صفوت يتكلم ويقول له اننا ساعدتي يدخل الصراية انا بفكر هربو ده لازم يا ماما لا انه اكيد هيتكلم ولو اتكلم وعزام عارف ان انتي اللي دست الموبايل في الدولاب هيكشف كل حاجة هلنا فكر الموضوع ده محتاج تخطيط خصوصا لا يحصل بكرة ده هتبقى فضيحة وحل الفضيحة دي هي انه يتجوزي نوي على ايه بكرة تعرفي انت لسه صغيرة على الكلام ده وقصت لها بسخرية وخرجت من القوضة طلعت موبايلها ورنت على غنيمة وامرتها ترجع الشغل تاني مرضتش تقول لها تفاصيل عن حلة وعلى اللي حصل وفي قوضة حلة هدمها كانت مبلولة وبتتراج بعد ما عزم طلعها من البنيو وسبها وخرج عيطت بقهر وهي مش فهمة غلطت في ايه علشان يجرحها كده ويقول لها انه بيتسلى بها في حاجات كتير مش واضحة بالنسبة لها وخصوصا هو عارف من امتى انها كانت في الكازينو المشبهدة بس الاكيد انه فاكرها واحدة قزرة وعشان كده كان بيطلب منها الجواز في السر ولا كان بيتسلى فعلا صوت شهقتها علي وهي مش مستوعبة اللي حصل حسن شوية كمان وقلبها يقف معقول عزم الا عنها كلام مش كويس رغم انها كانت بتصده ورفضت عرضه كم مرة واحد من الحرس كان عايز يروح يشوفها لان صوتها وهي بطاية كان بيتوجع لانه كان علي قوي وصابت عليه معتصم قال رايح فين خليك مكانك عزم باشا لو عرف اننا اتدخلنا هيخلنا عبرة اقف مكانك صفوا بي زمنه جاي وهو هيحل الموضوع حاضر وبالليل حالة كانت فقدت الوعي تاني من كتر البكة صفوا رجع البيت واتصل على عزم يجي فهمه اللي بيحصل وفعلا عزم جاء ومرضى شي يتكلم كان واضح عليه انه كان بيبكي وشكله متغير كأنه هو كمان مش مستوى بان البنت الوحيدة اللي بيحبها ما حبتوش رغم انه كان بيحس عكس كده فكل مرة كان بيقرب منها وطلع على قطالة طول اول ما قفل الباب دموه نزلت وهو كاره الاحساس اللي حسس به كأنه بيبكي على واحدة ما تستهلش لكنه قرر ينسى الفترة اللي فاتت وينسى مشاعره اتجاهها او بمعنى اصح قرر يتجاهلها ويرجع عزم صفوان اللي ما عندوش قلب لكن قبلها لازم يصف حسابه معها ويخليها تعرف مقامها ودي هي مش كويسة لكن دي كانت اصعب ليلة تمر علي في حياته وحياتها الصفو عزم خرج من بدري واكد على الحرس انه محدش يدخل لها نهائي صفوان كان في الارض بيسلم المحصول وقرب من نعوف وهمس له بكلام بصوت مش مسموع صفوان بيه وهو بيوري صور على الموبايل لصفوان شفت الفضايحة صفوان بيه الفلاحين كلهم بيتكلموا من ساعة ما الصور دي نزلت صفوان اخد منه الموبايل كان الصور اللي عزم هو وحلة الصور دي من اللي نشرها هي نقصة فضايح البنت دي لازم تخور خلك مع التجر هنا والما حصلت تسلم وتاخد الفلوس وانا هتصرف مع البنت دي وفي الارض واحدة من العمال قالت شفتي يا اختي شفت الصور اللي نزلت للبنت حلم اه يا اختي شفت دي طلعت بنت قللت الحيب صحيح بس بصراحة عزم بي ده امر انت هتقولي لي هي لهو عليه والبنت اللي اسمها حالة دي عايزة تلعب عليه شفت طلعت عاملة ازاي هو بصراحة انا عزر عزم بي اكيد هي اللي غوته دي بنت مش سهلة وحلوة اوي وفي بنت ادخلت واتكلمت بعصبية ايه الكلام اللي انتو بتقوله ده اختشوا هو بعضين الصور اللي نزلت دي ممكن تكون متفبركة وحتى لو صحيح هو اللي كان بيقرب هي لا انتو جايين تخوضوا فارضها وتقولوا انها مش كويسة وهو معزور امان لو انتو مش بنات زيها كنتو هتعملوا ايه صحيح عالم جهلة طب خافوا من نفسكم ده دايين تدان وبعد انتو شفتوا منها ايه علشان تقولوا كده ولا غيرانين ايه منها احلى منكم وانتو محموة لها كده ليه وبعد انتو مالك احنا احرار اخف اقولي يا ربي تردلكم علشان ما قبلهاش على حد يا ربي انت المنتقب وفي بيت كبير في البلد وفي اعم حلة كان قاعد في المنظرة واعد قدامه ابن عزيز وهو بيوري الصور بتاعت حلة شفت الفضايح اللي بنت دي عملتها لنا يا با بقى انا اروح السوق الصبح ابعي الجموسة قلق واحدة زبالة بتقولي لما بنت عمك وتوريني الصور دي قلت لك جاوزها لي وانت مرضيتش كان زمن هاد الوقت على زمتي وما شفناش الفضايح دي البلد كلها هاد الوقت بتلاسن علينا اننا سايبنها تشتغل خدمة عندي البيه وانها بعت نفسها لي شفت الفضايح البت دي طول عمرها مش تمام من ايام ما ابوها كان عايش وهو مدلعها بس عمك مات وما خدناش حاجة منه وكتب كل ورسول الحرمة اللي اسمها مجدية وانا اتبرت يومها من بنته بس طول ما هي من عائلتنا هتجيب لنا العار البت دي لازم تبقى تحت ايدنا ولو فرطت في شرفها نبقى نغسل عارنا ولو لسه يبقى لازم نجوزها وانا عايزك تكلم اي حد من بتوانت دول يمسحوا الصور دي من على اي صفحة فاهم لو طلعت سليمة جوزها ليابا انت عارف اننا عين علىها من زمان وبعدين انا اولى بها من اي حد وهعرف ازاي يخرس كل واحد انا اه اتجوزت اتنين بس ما يدرش تبقى هي التالتة وهو وهو الاتنين التانين يعلمها الادب علشان ترجع لها البنت ترجع لنا الاول ونتأكد انها كويسة وبعدها نبقى نشوف جهز للعربية لازم نروح الصراية لازم اشوف صفوان بيه حضر يابا بس احنا مش عايزين نخسره ده راجل مهم يعني ناخدها من غير مشاكل ولا انت عارف ممكن يعمل فينا ايه وعنده عزام صفوان امر معتصم يروح له المصنع ويحاول يشغله ويخليه ما يفتح شمبيلون لحد ما يمشي حاله لانه عارف انه لو عارف الاخبار دي ممكن يقلب الدنيا وما يقعد هاش وفعلا مواطس ما اعمل كده ولان عزام ما كانش فايق ولا قدر يتكلم فعلا ما فتح شمبيلون وبين انه ما نمشي طول الليل هو في الصراية صفوان وصل البيت ودخل لقى ربحة وقفه هي وريم في المدخل ربحة بس وتعلي شفت الفضايح يا اخوية شفت اللي حصل اتفضحنا في البلد كلها البلد ما لها السيرة غير عزام والبنت دي هنعمل ايه انا لازم امشي البنت دي ولازم نسرع في فرح عزام وريم لازم الفرح يبقى كبير ونأكل ناس كتير خلي الناس تنشغل هنزفت الصور دي يعني العقل يا اخوية يعني العقل بس لازم عزام يوافق انت عارف مش بيوافق بالسهل كده لازم يوافق احنا عندنا شغل ومصالح مش هنعول للبنت دي ونسيب مصالحنا بس السؤال دلوقتي الصور دي تصورت من جوة البيت ازاي ومنسورها واتنشرت ازاي مش عارفها يا اخوية بس انا هعرف وساعتها مش هرحم اللي عمل كده وفي الوقت ده دخل واحد من الحرس بسرعة واتكلم بجدية سفوان به وفق عشوره ابنه عزيز برة وعايز بنت اخوه كملت المصايب تعال ورايا سفوان خرج بجبروته وهو مش خايف لانه وفق بالنسبة لي رجل بسيط كل اللي ملكه بيت كبير وكام جموسة وارضه صغيرة يعني مش حد مهم ايه اللي انت عامله ده يا وفيق ما فيش يصفوان به بس انت اكيد شفت اللي حصل يعني لمو اخزة كلام الناس كتير وانا بعد ازنك يعني عايز اخد بنت اخوية وانا كنت لسا همشيها لانها طلعت مش كويسة وسرقت حاجات من الصراية بس احنا مرضناش نسلمها للبوليس انا عملت كده علشانك يا وفيق وانا عارف انك مش ناقص فضايح وكفية عليك تجارتك وعلى فكرة وخلاص فرح عزام ورين بنت عمه الشهر الجاي الف مبروك يا صفون بي والله هنعرف ان البنت ده مش مزبوطة علشان كده كنت متبر منها بس نعمل ايه بقى هي دم في الاخر فاهم بس لازم تكسر لها ضلع اطلها بس وان هكسر لها كل ضلعها رح اتحال يا فارس بس عزام بي مأكد وانا اللي بقول لك رحطها يلا ولا انت حر فارس بل عريقه لان في الحالتين هيتعاقب على اللي عمله وفعلا رح بتاع فتحل استراحة وبص الحل اللي كانت نيمة على الارض وبين قد ايه تعبانا فارس مسكها من درعها وقومها امي معي وانت واخدنا الافين لا ادرك يلا امي حالة قامت معا وهي مرعوبة ما كانتش قادرة تمشي لكنها اول ما شافت عمها واقف مع صفون اتفزعت وحاولت تفكئتها من الحارس وهي بتكلم برام سيب ايني انا مش عايزة روح معا ابوس ايدك سبني دراج المفتر وفيق بصلها بغضب وراح نحيتها بسرعة مسكها من شعرها واكلم بحدة رايحة فيني يا بنت جايبانا العار ابعد عني انا ما عملتش حاجة العار ده هو اللي انتو معيشن فيه ابعد عني انا بقرها ابعد عنك ده نهاشرب من دمك لو طلعت مش مصبوطة حالة فضلت تصرخ وتحاولت بعد لكن عزيز قرب منهم ومسكها من درعها بعم وهو بيدربها بس بقى يا بنت حالة وقعت على الارض وهو فضل يضربها قدام الحرس وفيق ورب حوري مصفوان اللي ما تحركوش من مكانهم ولا كان فارق معا غنيمة كانت عايزة تروح تدفع عنها وهي شايفة الجبرت لحد ذاته بيحصل قدامها وهم بيفتروا عليها كانت فهمة اللي حصل مبارح من واحد من الحرس وما صدقتش انها ممكن تكون كده وفيق قال عزيز خلينا نروح الاول وبعد نعلمها الادب مش هنا يلا عزيز شدها ووفق قال بالإذن يا صفوان بي بس ما تنسنش في نصبنا في المحصول ما تقلقش نصبك محفوظ يا وفيق وما تقلقش انا كلفت واحد يمسح كل الصور اللي نزل قد ترخيرك يا بي قد ترخيرك بالإذن احنا إذنك معك يا وفيق وما تنساش فرح عزم الشهر الجاي لازم تحضر طبعا يا بيق وبعد النص ساعة حالة كانت فقد الوعي في قودة قديمة في البيت على البلط بعد ما عزيز رمها في القودة وقفل عليها وصبها وخرج لأبوه وفيق قال عايزك تروح تجيب لي داية يا إمات ننفق برها الليلة حضر يا أبا ساوسان مرة تعزيزي التانية مالك مبسوط كده ليه ولا أنت عايز تجاوزها ما يخصكش يا ساوسان واخرصي بدل ما تترمي جنبها جوه بقى كده يا عزيز ماشي وماله اتخرستهو بس لو اتجاوزت البنت دي أنا هطلع عليك الأدم والجديد طب خرصي بقى خلينا روح أجيب الدي روح يا أخويا روح استوب لحد هنا هي طرقه اللي هيحصل مع حلاء هل فعلا هتتجاوز عزيز ولا عزم هيكون لدور ويطر فعلا عزم هيسكت على اللي حصل لا في حاجات كتير هنعرفها في حلقتنا الجاية استنونا ولو وصل معنا لأخر الحلقة يعمل الشرق لقناة لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته